اشتركوا في القناة صلى الله عليه وسلم ومن ولاها ايها الاخوة الكرام نهض الجماعة الخير هنتكلم عن تفسير اللون الاحمر في المنام عموما اللون الاحمر من الرؤى الجيدة جدا اللون الاحمر له علاقة بالمشاعر وبالاحسيس وربما تكون مشاعر موجودة عندك او ربما تدل على مشاعر واحسيس عند الاخرين اللي هما من الممكن يظهروا عندك في الرؤية فاحيانا اللون الاحمر يحذرك من خطر زي ما هي موجودة او كما هو معلوم في الاشارات المرور فمثلا الورد الحمراء رمز قوي جدا للجمال والعواطف والمشاعر والاحسيس التي من الممكن ان تكون هذه الفترة القائمة بالنسبة للرأي سوف يدخل في مرحلة مليئة بالاشياء الجميلة وربما دخول في حياة عاطفية جديدة فهيها محمودة جدا 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 بإذن الله تبارك تعالى لون الاحمر انا دائما اقول له علاقة بالرومانسية له علاقة بالعاطفة الشديدة له علاقة بوجود شخص قد يثير فيك هذه المشاعر القوية ويعزز هذه العلاقة الرومانسية والمحبة في حياتك وانا لا اقصد بشخص اللي هو يزيد في العاطفة ان شخص بيحب فتاة وفتاة بتحب شخص لا 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 انا بتكلم بصفة عامة من الممكن ان يكون مثلا زميل في العمل صديق حد من الاسرة شخص يعني هيكون دفعة معنوية في حياتي في الفترة القادمة اللون الاحمر له علاقة بالتوازن والتواصل بين الناس وربما تدل احيانا هذه الرؤية وهو اللون الاحمر على مشاعر الدفينة قد تظهر بدلالة رؤيتك للون الاحمر وقد تكون هذه الاشياء يعني خاصة بشخص سوف تتعرف عليه ان شاء الله تبارك وتعالى انتظرنا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته